ممكنة بلدية الجلفة وغيرها من بلديات الولاية للطاقة الكهربائية وضمان استقرارها وتحسين جودة الخدمات مشاريع جديدة أطلقت بإنشاء محولات ومد للشبكات الكهربائية لتعزيز القدرة على تنبية الطلبات المتزايدة على هذه الطاقة الحيوية يا حيي بنا تبين لك حل مقبل وش كانت الحالة كانت ظلمة كانت ما يعني ما كان حتى مرافق ما كين وروا واليوم الحمد لله رغم بناولا لديار تري سيتي رغم بناولا لخدم البطونات وكذا وإن شاء الله يكون من الأحسن إن شاء الله للأحسن إن شاء الله تقريب الكونتور فيه تلقى 15 واحد ذلك الحمد لله يا ربي البروجير رهجت على البطو تعد تري سيتي البطو تعد تري سيتي كانت حدا أج الله يبارك رغمنا دايرين كونتورات قريبة كيلومتر من السكنة ومفرشين على بعضنا وهذا وجاء المشروع وهذا عمرة البلد الحمد لله هذا الحي لك شوفوا حي بن سعيد هو عبارة عن أربع أحياء كبيرة بتعداد أعتقد أنه يفوت حتى 45 ألف لكن الحمد لله نشكر الدولة الجزائرية لوفرتنا لجابتنا للكهرباء التوسع العمراني للمدينة وتزايد عدد السكان أصبح من الضروري توفير البنية التحتية الملائمة لضمان تزويد جميع الأحياء بالكهرباء بشكل منتظم ودون انقطع هو ما تم تصطيره في البرنامج التكميلي للولاية هذا البرنامج الذي استفدت بأنه بلدية الجلفة بـ 11 مشروع بغلاف مالية فوق 134 مليار سنتيم لفائدة 6550 مسكن بطول شبكة إذن 360 كيلومتر أمتي بيتي هذا المشروع الدخم الذي جاء في دل برنامج التكميلي الذي أقره السيد الرئيس الجمهورية اليوم 14 حي سيتم ربطها بالكهرباء وأيضا بالإنارة العمومية على مستوى الولاية بأكملها تم رصد ما يفوق 1000 مليار للتكفل بالغاز والكهرباء على مستوى جميع الأحياء التي تنعدم فيهم يعني هذه الشبكات فتنفيذ هذه المشاريع في الوقت المحدد وبالمواصفات المطلوبة يعكس التزام الدولة بتحسين ظروف المواطنين بمثل هكذا مشاريع تسهر السلطات المحلية على تشيدها على أرض الواقع